برضو هنتوقف عند ما أنجزته ثورة يوليو أنجزت الأشياء كثيرة جيدة وأشياء كثيرة تستحق برضو الانتقاد يعني على سبيل المثال قانون الإصلاح الزراعي البعض يتحدث عنه الآن أنه أدى إلى تفتيت الأرض الزراعية وإلى تفتيت الملكيات ودي زي ما أي دوا بيقالج يقولوا عليه له زواهر جانبية فده صحيح لكن كان فيه ترتيب معمول على أساس الجماعيات التعونية بأنه تمسك مساحة كبيرة جدا يعني المساحات هي هي تحطي كده والقطع الصغيرة دي يزرعوها حسب البلان أو الخطة المعمولة فهي كان ممكن علاجها يعني أو كان محطوط السبب يعني بعد تفتيت الملكية لخمس أفضيلة فقط لا يعني كان الترتيب معمول لأن جماعيات التعونية هي من خلال هذه الجماعيات التعونية بتدي المسمدة وتدي الأساسة وتعونية وبالتالي مقابل هذا أن بيتزرع المساحات كلها زمان معين يتزرع كله زرعة واحد ما مشيتش كوي هذا لم يحدث صحيح فده يمكن صح حصل إنما الفكرة نفسها هو تأميم وصراح الزراع يعني تأميم المصانع فيها أخطاء حصلت كثير يعني بمعنى إيه ودي الرئيس عبد الناصر الحقيقة يعني كان في مفاوضاتنا مع الدول كان بيجي ساعات رؤساء الدول الشرقية فكان بيحصل نوع من كل واحد بيتكلم عن إيه الإعفقات بتاعته إيه فكان دايما الرئيس يقول يقول إحنا أخطأنا في إن إحنا أممنا حاجات زغيرة لم يكن لها اللجوم إطلقت يعني الرئيس الرحل جمال عبد الناصر نفسه كان بيعترف أن له وعد الأخطاء أو قرارات الخطئة إحنا أممنا حاجات صغيرة ما كانش ياجي بالناس طب والحاجات الكبيرة اللي أممها ما كانت الحاجات الكبيرة ده مضوع آخر إقصاد كله كان في إيدان أجانب مالذي